نروح بقى نادي الزمالك نادي الزمالك النهاردة كان فيه تدريب مهم جداً لكن قبل ما نتكلم عن التدريب نتكلم عن اللاعب سامسون لعب سامسون شغل الرأي العام شوية الفترة اللي فاتت خلاص نادي الزمالك أعلن عن ضم هذا اللاعب سامسون وتوجه إلى دبي دكتور الفريق دكتور محمد أسامة لتوقيع الكشف الطبي على سامسون في أحد المراكز الطبية عالية التقنية طبعاً طبيعي لازم كلنا نتساءل ليه يعني ليه ما جاش هنا وتم توقيع الكشف الطبي عليه هنا ولين وديه مركز طبي متخصص للدرجات ده طبعاً هذا اللاعب هو اللاعب سامسون وهو طبعاً مهاجم منتخب بنين النهاردة زمالك أعلن خلاص أنه هو تم التعاقد معاه السؤال زي ما أنا قلت ليه مودينه الإمارات في أحد المراكز المتخصصة إذن ربما يكون هناك تخوف أن يكون عنده إصابة وارد لأنه البعض تحدث عن وجود إصابات مزمنة لدى هذا اللاعب ده الكلام اللي البعض ردده هو عايز يقفل الحوار في هذه المنطقة ويقطع الشك باليقين في أحد المراكز المتخصصة جداً في الإمارات الحقيقة إمارات وقطر يعني ما شاء الله عندهم مراكز في منتهى التخصص الحقيقة في المجال الطبي في الطب الرياضي بالذات يعني ولديهم الحقيقة أجهزة على أعلى مستوى ومتخصصين عالميين وده شيء الحقيقة نفتخر به كدولة عربية ونتمنى يا رب يكون عندنا مثل هذه المراكز عالية التقنية نروح بقى للتدريب بتاع نادي الزمالك اللعيب النهاردة حرست الأول على الترحيب بسامسون وتمنوا له التوفيق مع الفريق يعني طبعاً الزمالك بيستعد للقاء فلامبو البوروندي وده إن شاء الله يوم 9 أكتوبر أيضاً الرباعي شيكابالا وإمام عشور وعبدالله جوم وعبدالشافي أدوا فقرة تدريبية خاصة على هامش المران وحرس فريرة على متابعة تدريبهم بشكل جيد جداً لأنه هم لعبة مهمة طبعاً جداً جداً بالمناسبة سامسون ده هو صفقة رقم 6 للزمالك كان عندهم قبل كده تعقدات مع زاكريا الوردي وبرهيما نضاي ومصطفى الزناري وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ربنا يا شفي يا رب إن شاء الله